أنا لازم ما أرجع له سيد عبد الرحمن طيب هو أنا أصلا مش هل موجود عندي في مصر زي ما أقدر أقول كده قوائم بالمعاهد والأكاديميات والجامعات المعتمدة من الجهات المصرية وتقول ينفع نتعامل معاها سواء إذا كانت بقى والله دي جامعات أو معاهد أنا في مصر أو في المنطقة العربية أو في أوروبا أو في أمريكا إن شاء الله يا رب تطلع في الصين مش أنا عندي الحاجات دي ولا ما عنديش طيب لأ إحنا عندنا في وزارة التعليم العالي انتبهت في الأربع سنوات الأخيرة لفكرة القوائم المستحدثة لجميع المؤسسات التعليمية المعتمدة داخل مصر وبتصدر شهاداتها من داخل مصر بالنسبة بقى للشهادات اللي بتصدر من الخارج تم الانتباه إلى عدة دول كان بيكسر فيها تلك الحالات وتم الانتباه لإعداد قوائم سنوية برضو وتحدثها للجامعات المعترف بيها في مصر والتي سيتم معادل شهاداتها عند العودة إلى مصر فلو هيطلع مثلاً يعاوز ياخد شهادة من جامعة مش عارف إيه اللي موجودة في الدولة الفلانية بالضبط هتلاقي على المجلس الأعلى للجامعات قيمة مثلاً بالجامعات المعتمدة في روسيا الجامعات المعتمدة في رومانيا لكن هي المشكلة الأكبر مش بتخص دول ومش بتخص برضو الحاجات اللي بتتكشف عن طريق الأمن المعلوماتي الجزء الأكبر من ما يتعرب له أبنائنا في الفترة الحالية هما النوع الأول اللي احنا تكلمنا عليه اللي هما فكرة الطلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية اللي حاصلين على مجميع صغيرة في الأقاليم انت بتتكلم عن أغلب المراكز المراكز فيه مراكز بتنشأ بتراخيص تبعة للمحليات بتنشأ كمراكز تدريب بعضها أحيانا بيسعى انه ياخد بورتوكول التعاون مع الجامعات الحكومية القائمة وبعد ما ياخد بورتوكول التعاون يقوم يروح يعمل دعاية لنفسه في التلفزيون في وسائل التواصل الاجتماعي انه هو بيقدم شهادة جامعية انه بيقدم شهادة التعليم علي رغم انه هو الترخيص بتاعه انه يقدم خدمات تدريبية ملهاش علاقة بمنظومة التعليم العالي هذه المراكز بقى خطورتها في حاجة مهمة جدا من ساعة لما انتشرت في بداية بس ده بيعمل بقى يعلنته في قنوات تحت السلم تحت السلم ما هي دي لأسف اللي هي بيقولك يقولك يقولك معهد الوحوش وملاقوش محتاجين القنوات هما بقوا يرجعوا دلوقتي للفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي ده كانوا بيتبعوا ده حضراتك كانوا بتتلاقيهم على أبواب مكاتب التنسيق حضراتك بتلاقيهم وزع فلاير بقى بتلاقيهم في كل حتة منتشرة حواليك في مصر في هذا التوقيت من كل عام توقيت برحلة الثالثة للسينوية اللي هم الطلاب اللي رايحين وهم حتى ما بيحاولوش يفكروا هما ممكن يلتحقوا بفرصة أمانة وعندوا يأس أنا جبت درجات وحشية فعايز أنجز عارف دول بيقدموا لهم ايه المشكلة في التخصصات اللي بيقدموها لهم المشكلة ان التخصصات وصلت تخصصات طبية في طب الأسنان في التمريض في العلاج الطبيعي مراكز ما فيهاش أطل أكاديميين بيسحبوا ومنتشرة في الأقاليم بشكل رهيب يعني انتو كصحفيين متخصصين رأسات قدر انت عندك في الأربع سنوات الأخيرة ما يقرب من 300 مركز بيت إفلو لجنة الضبطية قضائية في لجنة ضبطية قضائية في وزارة التعليم العالي بتداهم هذه المراكز وتطبط جواها شهادات شهادات تعليم عالي في تخصصات زي ما قلت لحاك وصلت لتخصصات طب الأسنان بيطلع له شهادة باكاليريوس طب سنين وصلت وصلت كده وأحيان ده فيه الشهر الماضي المجلس الأعلى الجامعات كان بيناقش حالة غريبة قوي وهي كانت حالة متكررة قبل كده لقوا مركز بيتدعي ان هو بيدي شهادة من جامعة إقليمية من جامعات الحكومية المعترب بها لا على فكرة دي كانت متكررة زمان هي قلت شوية لأن الجامعات بدأت تنتبه بقوة لهذا الموضوع وبدأت تلغي فكرة انها تعمل بورتوكول تعاون مع أي جهة لأن طبعا احنا عندنا في الجامعات الحكومية كان حاجة اسمها خدمة المجتمع قطع خدمة المجتمع ده ممكن يعمل بورتوكولات مع أي جهة بتقول انا جامعية أهلية بنعمل خدمات فكانوا بيعملوا بورتوكولات تعاون على اعتبار ان المراكز دي ممكن تعمل مناشاط تعمل تأجر قاع عندهم تعمل مش عارف ايه فبعض المراكز دي كان بيتحايل على البرتوكول ويقوم رايح يعلق بورتوكول في الشقة عاملها على اعتبار ان هو الطالب الطالب ده أولية الأمر دا وبرضو ده قرار ما هواش قرار شاب صغير يعني أبوه هيروح يدفع في مصاريف وبتاعه مش عادة هو بيقدمنا ايه هم بيقدملوش غالي ماشي بس أنا لما بأولية أمر لو أنا طالب بيستر نخرج مستوى العامة لما روح ألاقي في شقة في عمارة بيقول لنا جامعة وهديك باكاليريوس أنا برضو كده مناخولي بدأوا يأجروا ايه بدأوا يأجروا زي يعني أماكن برزة في شوارع رئيسية في محافظات مستغلين الترخيص المحليات اللي هما بيبقوا غدنها يعني ايه أماكن برزة مجر في الله يعني؟ يعني ياخد مثلا في الله ياخد شرع الحرم الرئيسي مبنى كبير وده المناطق اللي بكلمح حقيق عليها دي اكتشف فيها أربع أو خمس أماكن وتغلق وتغلق بقرار من وزير التعليم العالي ويقرأوا بخاطب المحافظة ويحلل موضوع للنيابة ثم يعادل فتح بجح قوي ثم يعادل فتح واسم أكاديميت في المعادة الله في المعادة في شوارع المحافظات الرئيسية أكاديميت ويسمي نفسه أكاديميت كذا أكاديميت كذا احنا عندي مشهو مصر أكاديميتين لكن تلاقي في الفترة دي تلاقي خمسين تنصال في اليوم أكاديميت كذا هتديني شهادة في التمريد ده بيدي شلق وبيروح يدرب في ماء في الاخر النا الصابين دخلوا شارع الهرم وارمع خمس سلاس شو ممكن اللي بيس هيلوزوا شارع الهرم ولا دي ليه إلا شارع الهرم وبعد ما يغلق يفتح مرة تاني باسم تاني يعني دي حاجة يعني نظام كده إيه يلتفوا بخمسين طريقة شو ممكن دي جماعة المصريين نبرة ورضو وإيه هو يجي في الصعيد أنا في الصعيد مثلا يقول لهم المعهف باربع خمس سلاف جنيه السنة باربع خمس سلاف جنيه هو التاني هو هتطلق أه وهتديك شهادة وهأجلك مش عارف إيه التجميد وهضيك التوسيقار جه طبعا الطالي بيدخل أول سنة بعد ما يدفع يكتشف الخدعة مهما فيش مكان يدرس فيه أصلا بيقول لقاعة كده مش عارف فيها إيه ويقول لك المدرج فيه وصلا تقعيبا كده وإيه اللي فعلتنا آه يعني الحاجات والتعليم عن بعد تعال إحنا هنعلمك بالإنترنت ده التعليم عن بعد ده الكارسة تانية التعليم عن بعد ده بقا الكارسة تانية التعليم عن بعد ده بقا اللي انت ما بقيتش أصلا متقدر تسيطر عليه هنا في مصر نهائي لأنه هو جاي لك من بره في الخالي انت دلوقتي يقول لك إيه خد كامبرج عندك في وبرضه جاي بمقر هنا تلاقي فاتح يقول لك مؤسسة مش عارف أكاديمي بالتعاون مع كامبرج الأمريكية في كذا كذا جامعة بينك فانتفر للتعليم فاني شاكون وإيه دي شهادة مكتوبة بالإنجليزي ما هي كتابة بالإنجليزي يجب مشتغلك بقا يلا حسن من الشغل وما فيهمش واحد بيبقى أصلا أكاديمي لازم فيكال يعني ما فيهمش واحد ده ما فيهمش واحد أكاديمي طبعا ده غير الناس اللي بتبقى رايحة وعارفة يعني في ناس بتروح تشتري دكتوراب رايحة وعارفة تبقى حاجة تانية ألف دولار هتعايز ماجستير مهني بتدفع ألف وخمسمائة عاوز ماجستير أكاديمي بتاخد ألفين دولار بتبدأ أحنا قلنا من السنة دكتوراب تلات تلاف دولار انت كده تمام في الجامعات الخاصة السنة اللي قبل اللي فاتت والسنة اللي فاتت بيرجعوا الشهادات بتاعت الطلاب اللي هما في سنة تالتة في بعض الجامعات الخاصة بعض الجامعات يعني جامعة أو جمعتين تحديدا وهما بيرجعوا الشهادات لقوا إن شهادات الثانوية العامة مش الثانوية العامة كانوا داخلين بثانوية معادلة بإحدى سانوية يعني شهادات من العال سقطين ولا إيه؟ عالة مش أصلا معها الشهادة الثانوية سقط داخل بشهادة مزورة راسب طيب الأجازة الرقابية على فكرة مشطت جدا وضبطت أكتر من شبكة فيها للأسف يعني مش مصريين مقيمين هان عاملين فكرة تزوير الشهادات عندهم أختام أختام لجامعات عريق أختام لسنوية ده إحنا عندنا 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 تتزورت أختام وإيملايات اللي هي الهيئات منح الشهادات الدولية ولذلك الوزارة التعليم حطت يعني ضابط مهم جدا رابطت نفسها بالجهة منح الشهادة بكود قالت لك في الأول كان الطالب يجيب لهم الشهادة وبعد ما يدخل الجامعة يجوا يفحصوا الشهادة ويرجعوا التسلسل بتاعها يلاقوه مضروبة الدبلومة الأمريكية أو الآي جي أو غيره كلا يا فك فيعني خاتم بتلبسه في إيدك بيبقى عليه اسم المدرسة أو اسم الجامعة وحاجات زي كده بيبقى شيء اتذكري جدا يعني نهيك بقى أن في محاولة فبدأوا يضربوا الخواتم دي يعني بيضرب الخواتم يا جامعة مفيش ده فاتح مكتب في جراش عم عبدو اللي جنبينه وعنده شوية خواتم حلوين وبتاعه الخاتم بتاعها الجاهز يا باشا أحد رؤوسات جماعات الحكومية من أربع سنوات فوجئ أنه بيعلن عن حفل التخرج لدفع طلابية في أحد النوادي على النيل وباسم جامعة القاهرة فالراجل قالي أنا جامعة القاهرة طب ما حدش دعاني ليه طبعا أنا رئيس الجامعة ده أنا رئيس الجامعة فقال عروء راح راح في جامعة القاهرة بجد ما راح بقى فهو راح راح القاعة راح حاوشوف اللي يحصل ده لا إسمي الجامعة القاهرة وعملين لجنة لجنة مناقشة ماجستير ودكتوراه وبيعملوها طب البعض يعني برضو الطلاب اللي بيسعوا بيسعوا للشهادات بيسعوا للشهادات من هذا النوع طبعا إحنا ده فيه ناس بيساخد الماجستير والدكتوراه زي ما حالك قلت طبعا موضة الدكتوراه المهنية والماجستير المهني دي فوضى ما بعدها فوضى عاملين يأجروا قاعات أفراح ويجيبوا طلاب يعني بعضهم ما بيبقوش من عندنا هنا ومنهم مقصرين وينخدعوا وبينخدعوا بهذا المشهد يدخلوا على القاعة وتتعمل لهم لجنة المناقشة وما تكشفش غير لما يشوفوها على الفيسبوك هي الحكاية ودا جمعت ايه يا سيارة الراجل ده مش هنقول هو مين مفيش حاجة اسمها الجمعة الأمريكية في لندن أصلا يعني الجمعة الأمريكية لها فروع معروفة في العالم يعني فيه جمعة القاة القاهرة الجمعة الأمريكية اللي في بيروت جمعة أمريكية في الشرق جمعة أمريكية في دبي جمعة أمريكية كده يعني بس ما فيش جمعة أمريكية في لندن بالموناع أي حد يقولك أنا خريج جمعة أمريكية في لندن نصاب وش نصاب اشتري من يبس